كم نوارنا نهاردة في الاحتفال بالألبوم الجديد بتاع الفنان مصطفى أمر الموزع الكبير طارق مذكور أهلا بيت معي أهلا بيك زي ما سمعنا كده في المؤتمر الصحفي المفروض كنت هتعمل الألبوم كله وبعدين رسل على الأغنيتين في الآن مظبوط قولينا كده الأغنيتين دول ظروفهم كاتئي ووزلعتهم على إي الأخبار بتاعتهم هو زي ما مصطفى قال إحنا عدنا وقت كتير قوي ندور على شكل جديد وفكر جديد وكان لازم ننجز في الآخر وننزل بالألبوم المارينات الخار ناوي فأنا اكتفيت بأغنيتين بس ركزت فيهم كوايس الحمد لله هو مع أول وثاني أغنيتين في الألبوم بس شاركت مع مصطفى في حاجات تانية يعني أنا مكسشت أغنيتين مش بتوعي في الألبوم وعملت ديشت الماسترط على الألبوم كله وكنت مع مصطفى دائما في الرأي يعني مش لازم الواحد يشارك بأنه هو يبقى وزع أغنيه بس الفكر نفسه بيفرق يعني فالحمد لله احنا حاس ان احنا وفقنا المرادي وعملنا حاجة تعجب الناس الحمد لله رأيك في مجموعات الأغاني يعني الكلمات والألحين اي رأيك فيها المرادي والله رأي رأي الناس بقى لان احنا مفروض الأغاني والكلمات واللحان احنا احنا اختارناها أنا ومصطفى يعني فأنا عجبيني أكيد لاني اخترتهم يعني بس همهم يعجبوا الناس دي أهم حبي تقوله ايه نهار أقوله ألف مبروك يا مصطفى والحمد لله الألبوم عجب الناس ووصل للناس اللي احنا كنا عايزين نوصله لهم وإن شاء الله نعمل نجاحات أحسن وأكبر في الألبومات جاء بإذن الله مع بعض طول عمره